الارهابيون يتصور أن بهذه الطريقة يتمكن أن يمنع زوار الحسين أي جهل هذا من قبلك سيدك لنين الشوعي قال اقتلوا كربلا تمكن من قبله الامبراطور المتوكل العباسي قتل قطع ايدي وارجل في الوقت الذي كان زوار الحسين عليه الصلاة والسلام قل له كم قتل كم قطع ايدي وارجل تمكن امبراطور كان المتوكل من قبله هارون من قبله الحجاء من قبله يزيد عليهم جميعا لعين الله تمكنوا بتلك القوى التي كانوا يمتلكونها أين المتوكل الآن أين يزيد أين هارون إذا أردنا أن نحترمهم نقول أنهم في مزبلة التاريخ إذا أردنا أن نحترمهم لا ليتهم كانوا في مزبلة التاريخ لا في نار سعرها جبارها العياذ بالله ليتهم في مزبلة التاريخ التي تطلع على الأفئدة العياذ بالله أولئك ما تمكّنوا أن تتمكّن بقوىك المحدودة وأمام هذا السيل الجارف من أنت طاقية العراق حكم بقساوة قل نظيرها سنوات طويلة منع أين هو الآن وأين علم الحسين علم الحسين يرفرف يجذب القلوب إليه عندما يرى الإنسان هذا العلم على قبة الحسين عليه الصلاة والسلام علم الحسين يجذب القلوب والطاقية ذهب إلى حيث لا رجع كم هذا جهل يريدون أن يمنعوا زيارة الحسين حاشا حاشا أن تتمكن البعوضة أن تقف أمام قطار ضخم أن تقف أمام طوفان ثم أنت تعمل هكذا الإرهابي كن على يقين أن ابنك يصبح شيعيا ويزور الحسين حفيدك يصبح شيعيا ويزور الحسين ابن المتوكل صار شيعيا ابن المتوكل المهاجر بن خالد بن الوليد من هو؟ ابن خالد بن الوليد شيعي محمد بن أبي بكر من هو؟ من حواري أمير المؤمنين كشاجم من هو؟ حفيد لقاتل الإمام موسى بن جعفر الذي باشر قتل الإمام موسى بن جعفر السندي بن شاهك حفيده كشاجم شيء قوي من أقوى شعراء العرب كشاجم لعله تسعين بالمئة من أشعاره في رثاء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وعشرة بالمئة تقريبا في مدائح أمير المؤمنين مدائح أهل البيت عليه الصلاة والسلام بأسماءهم الشريفة حفيد السندي ابن الشاهك شيء قوي أبنائك سيصبحون شيعة ويزورون الحسين عليه الصلاة والسلام تتمكن؟ أنت تتمكن أن تقفل عقلك لا تتمكن أن تقفل عقل ابنك ابنك يفتح البخاري يفتح مسلم علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى القرآن يقول أمير المؤمنين ليس فقط يهدي إلى الحق يدور الحق معه حيث ما دار يعني أينما تجد الحق هناك أمير المؤمنين أينما تجد أمير المؤمنين هناك الحق معنى الرواية هذه في البخاري في المسلم الرواية موجودة تتمكن أن تمنع أن تقفل عقول نسلك لا ابنك يقرأ الرواية قول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة أن زيارة الحسين تعدل سبعين حجة وسبعين عمره ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله مضمون كلامه أن هناك زيادة أيضاً أكثر من هذا أيضاً يهتدي يقرأ الرواية الصحيحة في كتبكم ذكرت الرواية لكم قبل أسابيع النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل تربة الحسين يقبل تربة الحسين تتمكن أن تقفل عقل ابنك لا يهتدي ابنك يهتدي ثم الكلمة الأخيرة أنت تقتل زوار الحسين عليه الصلاة والسلام هنيئاً لهم والله هنيئاً لهم تعلم أين الذين قتلتهم الآن على سفرة الإمام الحسين الآن يستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله هنيئاً لهم ثم هنيئاً لهم